طبعاً احنا نتكلم عن حاجات كتيرة بس عايزة أبدأ من حكم وظيفتك كمعاون للمحافظ التواصل عامل إزاي وطبيعة المنصب اللي انت موجود فيه عامل إزاي والله في البداية يعني معالي الوزير المحافظ يعني بيكلفنا بمهام يعني خاصة يعني التواصل المستمر مع الشباب وكيفية يعني توصيل أفكار الشباب يعني حيز التنفيذ ومحاولة الربط يعني بين فكر الشباب والأفكار اللي ممكن تخدم على تنمية وتطوير المجتمع وكل يعني مثلاً في كل مدينة هتلاقي شباب عنده فكر وعايز يعمل السيادة المحافظ يعني حريص كل الحرص انه يسمع للشباب ويعني بيحاول يعني على قد المستطاع انه يسمع لهم وينفذ يعني أفكارهم ومقترحتهم عشان يشركهم في التنمية لأن اشراك الشباب في التنمية هو اللي بيخلي التنمية تستمر وبيحسس الشاب أنه فعلاً جزء من التنمية على أرض محافظة جنوب سيناء جبريل لما نيجي نقول طبيعة المجتمع البدوي وطبيعة الحياة في طابة مش بتبقى شبه أماكن كتير فعشان كده كان مهم جداً أنه يبقى واحد من الناس اللي موجودين واحد من الشباب اللي موجودين عارف كويس قوي التفاصيل وعارف الأفكار والخلفيات والمعتقدات والثقافة الشغالين بيها طول الوقت لما نيجي نقول أنت أخذت إيه من طبيعة المكان علشان تقدر تطور فيه وتقدر تواصل فيه مع الشباب أكثر يعني أنا لو قلت لكم في مرحلة التعليم الأساسي والعدادي والسانوي يعني أنا فعلاً كنت ببذل قصارى جهدي أني فعلاً أمثل المحافظة أمثلها بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا ألتحق بالتعليم الجامعي أكون نموذج لكثير من الشباب أحاول أنقل الصورة المستقبلية لكثير من شباب المحافظة يعني لما خلصت جمعة أنا كنت حريص كل الحرص أن أنا أزور المدارس أدردش مع الطلبة أرسم لهم السيناريو المستقبلي إيه المستقبل إزاي توصلوا للمستقبل إيه المعوقات اللي ممكن توجهوه وإزاي تتقلبوا عليها إذا التمر ب Ihre حرص من هذا كلام من قبل أن تكون مسؤول في المحافظة؟ آآآ من قبل أن يكون مسؤول في المحافظة يعني أنا كنت حريص من باب المسؤولية المجتمعية يعني لكل شاب على أرض محافظة جنوب سينا طبعاً لو أي حد آمن بالمسؤولية المجتمعية يعني كلنا والله هنتشارك كلنا هنطرح أفكار كلنا هننمي البلد يعني هنتكاتف مع الأجهزة التنفيذية طبعاً لما دخلت في الجهاز التنفيذ طبعاً أصبحت فرصة سانحة فعلا أن أنا أوصل صور ومخترحات كثير من شباب المحافظة للمسؤولين وبحاول أن نفذها وما بيتأخروش بقيادة اللواء خالد فودة داي خلينا أسألك عن طبيعة التواصل مع الشباب بتعمل ندوات بتلف المودن مثلا في جنوب سينة بتتواصل معهم إزاي؟ يعني أنا بحاول يعني في شباب طبعا أنا بفلتر الشباب بمعنى إيه؟ بمعنى في شباب عنده ثقافة في شباب ثقافته محدودة في شباب ثقافته يعني ضئيلة شوية بحاول يعني عني بنأكد على أن الكل مرحب به والكل بنستفاهم معاه والكل بنسمع له والكل بنلبها طرمها بالضبط دي سياسة فن التعامل معي مع كافة طواقف المجتمع وبالتالي يعني فيه ستايل معه للتعامل مع يعني لثقافته ضئيلة وبالتالي بحاول يعني أنزل المستوى وأدردش معاه بحاول أشرح له فكرة معينة وفقاً لمستوات تعليمي طبعاً متوسط الثقافة طبعاً برضو بحاول أتواصل معاه وفقاً لمستوى الثقافة اللي عنده طبعاً المؤهل والمثقف يعني ذا بيكون سهل التواصل معاه سهل أسمع منه سهل يعني يوصل لفكر سهل ننفذ الأفكار اللي ممكن يطرحها المغارات عشان تقدر تتواصل مع الجميع وتتكلم بلغة الجميع المهارات دي انت اكتسبتها ازاي تدريب مستمر غير بقى مهاراتك الشخصية ورؤيتك لنفسك وانك كده اشتغلت على نفسك كان فيه دورات تدريبية كان فيه دورات اعداد ليك بحيث انك تبقى موجود في منصبك وفي نفس الوقت تتواصل مع أهلك خصوصاً نحن عارفين ان كله هنا رايب ونسايب الموضوع كله عائلي يعني في البداية انا التحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ده كان يعني حافز كبير وكان طبعاً يعني بترشح لحضور كثير من الورش والمؤتمرات والحمد لله يعني ما فيش مؤتمر دلوقتي بيحصل على أرض محافظة جنوب سيناء ولازم اكون جزء منه ويعني وعلاوة على ذلك انا يعني بعمل حاصل بصفتك ولا بمنصبك؟ بعني فيه والله الاتنين بس يعني انا حابب ما هو ممكن اكون بمنصبي بس ممكن ما كنش حابب بس طالما حابب وبالتالي يعني هتحقق نجاح في ايه في المشاركة في اي فعالية بتحصل على أرض محافظة جنوب سيناء والى جانب يعني انا بحاول يعني احصر الشباب الواعي الشباب القادر على المشاركة المجتمعية الشباب يعني اللي عنده افكار بالزبط اللي عنده افكار يعني اللي ممكن يشاركني في تنفيذ فعالية معينة بحاول يعني اشركه معايا بحاول احسسه بقيمته بقيمته في المجتمع بقيمته في الحياة بشكل عام يعني ده شي عظيم ان انت تحسس اي مواطن على ارض المحافظة هو بيحس ان هو بيطور المكان اللي هو عايش فيه بزابة كجوز من تنمية المجتمع طيب